موعد رئاسي مهم جدا ومصيري ينتظره اللبنانيون بحيث من المفترض أن تعلن قوى المعارضة عن ترشيح الوزير الصابق جهاد أزعور السبت أو الأحد على أن يتم ذلك ببيان موقع من هذه القوى وبحسب المعلومات فإن قوى المعارضة تدرس فكرة إعلان ترشيح أزعور من منزل النائب ميشيل معوض وذلك كجائزة ترضية له بعد فشلهم في إيصاله إلى سدة الرئاسة وفي المعلومات أيضا فإن الطيار الوطني الحر لن يشارك في هذا الإعلان بحسب المعطيات الحالية أما من جهة نواب التغيير فمن المتوقع أن يشارك في الإعلان ثلاث نواب فقط وهم مارك دو وميشيل الدويهي ووضاح الصادق وأشارت مصادر مطلعة إلى أن رئيس الطيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أخذ من عمه الرئيس السابق ميشيل عون تفويضا للاستمرار بالتفاوض مع المعارضة وسيتجه إلى الإعلان عن تأييد أزعور من دون الرجوع للتكتل واعتبرت أن إعلان الطيار ترشيح أزعور هو شيك بلا رصيد ينقصه موافقة خمس نواب من التكتل وبحسب مصادر في الطيار الوطني الحر فإن الطيار لا يزال في إطار النقاش وطرح الأفكار ويميل إلى طرح إسمين في التفاوض الرئاسي فإضافة إلى اسم جهاد أزعور يتم طرح اسم الوزير السابق زياد بارود كذلك وأكدت أن المشكلة حول اسم بارود أن رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع يرفض ترشيحه أما أزعور فقد حقق توافقا بين جميع القوى تقريبا وقالت المصادر بالنسبة للطيار هناك سقف زماني محدد بخصوص طرح الإسمين حتى لا يتبين أن ننواجه الثنائي الشعي على قاعدة هذا المرشح أو لا أحد وبعد ذلك سندها باسم واحد فقط إلى الانتخاب وعن رفض عدد من نواب الطيار للترشيح أزعور أجابت صحيح أن أزعور خلفيته بعيدة عن الطيار الوطني الحر ولكن بسبب أوضاع البلد نحن بحاجة لشخص يمكن أن يجتمع عليه الأفريقاء المسيحيين والمعارضة والتغييريين وأكملت هناك نواب من الطيار سبق أن ترشحوا على لائحة النائب الراحل ميشيل المر وحزب الله أتى بنجيب ميقاتي كرئيس للحكومة وكان شريكا بحكومة فؤاد السينيورة التي كان جهاد أزعور وزيرا للمالية فيها ورأت المصادر أن البلد يسير بهذه الطريقة وهذا الرجل لديه مشروع اقتصادي ونحن لدينا أولوية اقتصادية وواقعية سياسية ومع ذلك لدينا إصرار على الذهاب باسمين للتفاوض أما بخصوص اجتماع أزعور مع نواب التغيير تشير مصادر مطلعة إلى أن أزعور تهرب من عقد لقاء جماعي معهم عبر تطبيق الزوم بحجة أن صندوق النقد يمنع موظفيه من عقد لقاءات سياسية كبيرة وعقد اجتماعات فردية مع النواب والضاحة الصادق وميشيل الدويه ومرقدو وياسين ياسين مع العلم أن نظام موظفي صندوق النقد يسمح للموظفين المشاركة في الأنشطة السياسية ولا مانع من الترشح بشرط الحصول على إذن على أن يستقيل الموظف في حال تم انتخابه وليس قبل ذلك ولكن تهرب أزعور بحسب المصادر جاء تجنبا للالتزام بأي مواقف مع الجميع ولا كي لا يظهر مواقفه فيقول شيئا للقوات وآخر لحزب الله وخصوصا أن المواقف قد تختلف بالتفاوض مع القوى والكتل وبحسب مصادر متابعة فإن أزعور الذي يعد اليوم مرشح الفريق السيادي والذي يرفع لواء نزع السلاح غير قادر على تقديم إجابات واضحة بشأن سلاح حزب الله إذ أنه تهرب من سؤال أحد نواب التغيير حول السلاح مقدما إجابة لا طعم لها ولا لون اعتبر فيها أن على جميع الأحزاب سواء تحمل السلاح أو لا أن تجلس على طاولة الحوار بهدف الوصول إلى حل يتوافق عليه الجميع ترجمة نانسي قنقر